نريد أخواننا بارك الله فيكم أننا بحاجة إلى الفقه في الدين وأعظم فقه في الدين هو التوحيد فنتدرج في دراسة الكتب تأتي وتراجع هذا الكتاب ما أخذنا ترجع إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تستمع إلى الأشرطة التي فيها شروحات الشيخ رحمه الله تبدأ وتمشي على هذا تكرر 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 حتى تضبط المسائل بإذن الله تعالى وهذا والله أعلم أنه سهل يسير يعني لا إشكال ولا تعقيد فيه تبحث عن من يعينك على هذا يعينك على العلم هناك أناس والله ما أرادوا أن نتعلم ولا نعلم ولا نعمل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن تعلم القرآن وعلمه وعلمه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين تحسن الظن في الله وتقول والله أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى اختارني أن أكون طالب عين وعلى طريقة السلف سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منه وتسير على هذه الطريقة تحفظ تراجع تضبط تأتي مع أخوانك وتتذاكر أوقات كثيرة تضيع حدد وقت دائما للعلم لو في اليوم ساعة واحدة يخي ساعي جعلها لله بعد الفجر بعد المغرب بعد العشاء مثلا وقت للحفر ووقت للدوص ليس هناك علماء يقول عندك ما شاء الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الأشرط الوسائل اليوم موجودة كثيرة الحمد لله الفتوى لا تقرب منها أبدا ولا تتكلم بكلمة تتعلم تستعين بالله عن عمل تدعو إلى الله في الشيء الذي أنت موق منه مئة بالمئة تشك واحد بالمئة تسكت ولا تتكلم تفتي لا تفتي لو دخل داخل إلينا وقال أين القبلة هذا يقول له الله أعلم أنا لا أفتي سبحان الله هذا الواقع والله ليو طيب وتجد هذا يكفل ويفسق وبدأ طيب هذه ليست الفتوى قال لا هذه أكثر من الفتوى لطبعا إذن أخواننا الناس الآن بحاجة على دعوة دعوة تعود الناس للتوحيد هل تشق في التوحيد ما يمكن إذن علموا الناس التوحيد أخواني أما المسائل من الموت حسن العشرة زوجين تربية الأولاد وهذا هذا صعب تستعين بالله سبحانه وتعالى تكثر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفار يرسل السماء عليكم مدرارة ومددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهام ياخذ كثر من الاستغفار يفتح الله عليك كل واحد مننا يعلم أن الهجرة واجبة ولا بد أن نهاج هذا الكل يعلم هذا البعض يعني يناقش قليل وكذا لكن هو في قرات نفسه يعرف هذا أن الهجرة واجبة على الكل ومضرة الإقامة بين ظهراني الكفار تهاجر اليوم قال لا غدا لا طيب من الآن اعتبر بقاءك في الدعوة إلى الله ويسح البقاء لدعوة إلى الله بشرط أن تكون داعيا إلى الله والحمد لله أما أن تقول والله أنا باقي في بلاد الكفر وداعية وأنت لا تعمل شيء لا تتعلم ولا تعمل تعمل ولا تدعو ولا تصبر إذن بقاك هنا فيه إثن فمن اليوم نريد أخواننا أن نتغير سبب قامت هذه الدورات ما تستطيع أنك في دورة كاملة تخرج عالم أو طالب عم ما يمكن هذه مفاتيح نريد أن تسير عليها وتعلم أن هذه الحياة أنت هنا في هذه الحياة خلقت حتى تكون عابد إذا اشتغلت في هذه الحياة بعبادة الله سعيد فتعمل قدر المستطع أوقات الحمد لله عندنا يخواننا قد تكون داعية إلى الله بفعلك وأنت تعرف هذا أكثر مني الإشكال أن البعض في كل يوم يزداد والبعض الآخر في كل يوم ينزل 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 حتى نسى الله في الهاوي فلابد أن تتغير تغير تدعو تصبر تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر إخواننا انشر التوحيد بالله هل يعرض الدين الإسلامي على عاقل ويرده والله ما يرد عاقل إلا متكبر معانج نعم كما حصل من فرعو نستطيع أن ندعو على الله بوسائل كثيرة رسائل الجوار رسائل إنترنت بعض المقويات الآن ما شاء الله بكثرة راسل من كانوا معك في الدراسة من يعني هم بقربك من المنازل وكذا في محطات القطار أنت تعرف أنه الغالب أن هؤلاء عندما يركبوا القطار أو الطائرة وكذا يريدوا أن يقرأ أي شيء تعاون أخواننا مع أخوانكم في أبغاب الخير قدر المستطاع كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة أفضل الأمة بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقع يعني نصيح عليه لأخواتنا وهو ما ذكرنا من قبل أن أعداء الإسلام أرادوا إفساد المرض ولبسوا عليها بالحضارة والتقدم وما إلى ذلك ونزع الحجاب وترك الصلوات وفعل المنكرات واجتناب المأمورات فإياكي السمع لهؤلاء من ينادي بالحرية في هذه الأيام هو في الحقيقة ينادي إلى عبودية الشيطان الذي يقول لك أنا حر أفعل ما أريد ما أشاء هذا في الحقيقة عابد للشيطان خلقت حتى تكون عابد لله إذا فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية الشيطان فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان من قال لك أنك تفعل ما تشاء كذا خلقت حتى تكون عابد نحن قوم عزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله كل واحد منا لابد يسأل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة عن المرسلين عليه الصلاة والسلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام هل أدى الأمانة نعم نسح الأمة نعم بلق نعم جاهل في الله حق جهاده لا بد أن تقول نعم سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت لا بد أن تجيب عن هذا السؤال بن القيام رحمه الله يذكر أن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أبواب الطاعة ولم يقتنمها حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الطاعة وما استطاع أن يقتنم حياته كاملة إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة طلب العلم الكتب اتصال الأشرط المساجد الدورات الاتصال بالعلماء إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة ولم تقتنمها قال حال الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة وما تستطيع أن تقتنم حياتك كاملة لا تستطيع ما الدليل يقول كثير أدلة كثيرة في القرار منها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا جاء لمن للمؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تستجيب مباشرة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم جاء التحذير قال واعلموا انتبه أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلبه احذر تنفتح لك بوب الطع اقتنمه مباشرة إذا لم تقتنمها حال الله بينك وبينها وما تستطع أن تقتنم حالتك كامل ومثل بأمثل ابن القيم الثلاث الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم تيسر لهؤلاء أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر 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 حتى ما استطاع الخروج كذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجد هل يستطيع لأن يسجد ما يستطيع فإخواننا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحسن ومنها الآن هذا الذي تراه من أن التعلم سهل يسير جدا وسائل سبحان الله عجيبة جدا فاقتنم أخي هذه الوسائل علموا الناس واترك هذه الأمور التي تلهيك عن ذكر الله واتس أب و المهم فقهاء ما شاء الله في هذه المساء إخوانا لا تدخل إلى القنوات إلى كذا إلا عند الضرورة وعكف يا أخي على كتاب الله قراءة وتدبر وعمل ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب الكتاب حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان وحب برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والصلاة فعشنا فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندن دندن نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين يريدون وجهه إخلاص وحذر ولا تعد عيناك عنهم انتبه لا تلتفت تريد زينة الحياة الدنيا بورش فتن متاع الدنيا زائل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع أنت تسمع أن بعض الناس تعال أقبل عندنا كذا وعندنا كذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا مجالس علم ولا قرآن ولا سنة ولا وعر ولا علماء ولا غير ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه كما كان في الفرق الضال نسأل الله السلام العافية ظهر بعض من اعتزل مجالسه للسنة كانوا من معتزل واصل ابن عطاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وماذا النتيجة واتبع هواه كان أمره فرطا ما استفاد شيء من هذه الدنيا ومتى يعرف إذا جاء الموت إذا جاء الموت قال رب ارجعه لعلي أعمل صالحا فيما تركت سبحان الله تأسرت لك سبب الطاع الآن تنتظر حتى تموت ثم هذا الذي كان عليها المجاهنية يقعدوا بكل صرات يصدون الناس عن الدين عن السنة عما كان عليه السلف نعم فأخوان يعني هذه الأمة تحتاج إلى رجال صدقوا معاهد الله عليه لا تلهيهم تجارة ولا بيع فلابد أن نكون رجال يوم من الأيام يوم من الأيام تكون عندهم من أشار إليهم بالبناء من يعلم أولادي من أنتم الآن مثلا انظر للأجيال ابن تيمية علم ابن القيم ابن القيم علم كذا محمد بن ابراهيم رحم الله الجميع علم الشيخ بن باس ابن باز علم الشيخ بن عثيم رحم الله الجميع هاك سلب يسيروا على هذه الطريقة يتعلم أما لو تنظر في العصر الحاضر ترك للعلم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ترك للعلم ترك أول مرة في حياتي أسمع باب اللغة وباب كذا قال اسمع لم أسمع شيء إلا فقه الصلاة فقط هذا الذي سمعت وحتى فقه الصلاة سمعت شيء من كم يا أخي أنت مسلم لابد أن تعرف هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرف شيء عن الدين مر معنا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية لا تعلم ولا يعمل وانت تعلم أن الكفار أرادوا أن نصل إلى هذا المقام تكون مسلم لا تعرف عن الإسلام شيء إلا أن يقول أنه ميم سين لام ميم حتى لا أعرف ما هو الإسلام تسأل من نبي هذه الأمة لا يدري فبالك لو تسأل عن الصلاة أو عن الصيام أو الحج لكن تسأل عن كأس العالم عن كذا عن كذا يعرف فأراد أن نصل إلى هذا طيب رمال أخواننا ما نرجع إلى الله ونقول يا رب تبنى إليك يا رب يسل لنا اللهم اهدني وسددني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم صلى الله عن نبي محمد وآله وصحبه وصحبه